ازمة الاقتصاد في العراق اعمق من ان تعالجها اجراءات مالية لا تمس جذور المشكلة فلا رفع قيمة صرف الدينار امام الدولار يجذي ولا زيادة مبيعات العملة الاجنبية في البنك المركزي تستطيع وقف جنون الاسعار في الاسواق العراقية خبراء في مجال الاقتصاد كشفوا ان العراقيين يواجهون حرب استنزاف تتربص بهم وتستهدف جيوب الفقراء منهم لصالح ما سموه بحتان الفساد والاحتكار من المتحكمين باسعار المواد الغذائية مبينين انه حتى لو انخفضت اسعار الصرف الى 132 الف دينار لكل مئة دولار فلن تنخفض اسعار المواد الغذائية بسبب غياب الاجراءات الحكومية المتعلقة بالامن الاقتصادي ويؤكد الخبراء الاقتصاديون ان الدولة لا تتحكم بالاسواق نتيجة ضعف ادواتها في ظل استشراء الفساد داخل هرم السلطة وهو ما يفسر المضاربات التي تحصل بين فترة واخرى مصادر محلية نقلت عن اصحاب محال التجارية قولهم ان حركة الاسعار في الاسواق لا يمكن التحكم بها لان من يسمونهم بالتجار الكبار هم الذين يحددون اسعار المواد المستوردة دون ان يراعوا انخفاض اسعار الصرف وهذا كله راجع الى غياب الرقابة المالية بسبب ارتباط المتحكمين بالاسواق باحزاب متنفذة تناصفهم الارباح والعمولات ازمة التضخم التي اثقلت كاهل المواطن العراقي لا ترتبط بالدرجة الاولى بالسياسات النقدية والامور الادارية وانما تتعلق ببيئة الفساد التي شكلتها العملية السياسية وبالتالي فان اي محاولة اصلاح اقتصادي سيكون مصيرها الفشل اذا لم تتغير المنظومة الحاكمة باحزابها وشبكات الفساد المرتبطة بها اشتركوا في القناة